ايها الاخوة والاخوات بما يجترحه ابناؤه الاحرار من نضالات وتضحيات عزيزة في سبيل المبادئ ذاتها من الحرية والاستقلال والسيادة ومناهضة الغاز والدخيل والمرتزق والعميل في مشهد يلغي بحق كل المسافات ويختزل كل الزمان والمكان ويجمع بين الأجداد والأحفاد في ذات الخندق الواحد والموحد ومن هنا ندرك عظمة موقفنا اليوم ونعرف معنى أن يكرر التاريخ نفسه ومعنى أن يتصل العهد بالعهد والثورة بالثورة والتاريخ بالتاريخ والوفاء بالوفاء والانتصار بالانتصار في كل امتدادات ومسارات المواقف المحقة في الأمس وفي اليوم وفي الغد وبعد الغد وإلى الأبد مثلما ندرك كيف تعيد البشاعات والأطماع والمواقف الباطلة إن تاج نفسها فيرتبط الاحتلال بالاحتلال والخيانة بالخيانة والارتزاق بالارتزاق والخزي بالخزي والعار بالعار في جميع مسارات وامتدادات الباطل من أول نقطة في الماضي البعيد إلى آخر نقطة في التاريخ أيها الشعب اليمني العزيز وفي هذا السياق نستطيع القول بأن ثورة الرابع عشر من أكتوبر تنتصب اليوم كأحد المعايير المهمة والدقيقة في مسألة رفع اللبس وكشف الحقائق وتعرية الخصوم وإنضاج الوعي الوطني العام وأيضا هي مقياس مهم في مسألة الفرز الصارم بين ورثة التاريخ المشرف وبين ورثة المواقف المخزية في التاريخ ولهذا تلاحظون أن المرتزقة يتحاشون الاحتفاء بثورة الرابع عشر من أكتوبر أو على الأقل يتجنبون الإكثار من الحديث حولها ويمرون عليها مرور اللصوص والأدعياء كما هو ملاحظ أنهم يفعلون ذلك لأنهم يدركون بأنهم يقفون على النقيض من جوهرها ومبادئها وكل سماتها السلوكية ومكتضياتها العملية ويعرفون أنهم كلما تحدثوا عن هذه الثورة بالذات كلما فضحوا أنفسهم أكثر وأظهروا ظلاميتهم على نحو أبرز كامتداد صارخ لسلفهم من أولئك الخونة والمرتزقة الغابرين الذين عملوا في بلاط المستعمر القديم وفي المقابل فإن من دواعي اعتزازنا اليوم أنه يمكن لأي من أبناء شعبنا المناهض للعدوان أن يحتفل مرفوع الرأس بهذه الثورة وأن يشاهد مبادئ وبنادق الرابع عشر من أكتوبر في أياده أبطال الجيش واللجان الشعبية وثورة الحادي والعشرين من سبتمبر بوصفهم اليوم الوارث الشرعي والامتداد الطبيعي لكل ما هو مضيء ومشرف من مواقف ونضالات شعبنا العزيز عبر كل تاريخه القديم والحديث أيها الإخوة والأخوات ومن زاوية أخرى فإن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان مآلات كل الأنماط والمواقف سواء تلك المتصلة بالمحتل الأجنبي ومرتزقته أو تلك المتصلة بالشرفاء من أبناء الأرض اليمنية فثورة أكتوبر وكل ثورات التاريخ ضد العدوان الأجنبي تؤكد وبما لا يدع مجال للشك بأن المجد كل المجد دائما وأبدا لمن يقف مع بلده وشعبه والخزي كل الخزي لمن ينطوي كتابع ذليل للخارج المعتدي ولذلك أدعو أنفسنا وخصومنا على حد سواء إلى التعامل مع ثورة الرابع عشر من أكتوبر كدرس بليغ من شأنه أن يضع كل فريق في صورة مصيره واستحقاقه الخاص به فمثل ما تورط الغازي القديم في دخول اليمن وهو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ثم غادرها في الأخير وهو جزيرة صغيرة سيرحل حتما الغازي اليديد بوضعية مشابهة ما لم يتدارك نفسه وأذكر هنا بأن أذكى المتورطين في غزو اليمن هو الذي يبادر إلى مقادرتها وهو لا يزال في وضع جيد وأما بالنسبة للمرتزقة فمثل ما استقبلت مذابل التاريخ مرتزقة الأمس ستستقبل حتما مرتزقة اليوم ما لم ينقذ أنفسهم أيضا ويعود إلى جدة الصواب وأما الشعب وأبناء الأوفياء فلا خوف عليهم وسيكون النصر حليفهم والمجد والمستقبل الواعد بعض استحقاقهم الخالد إن شاء الله ومثل ما نحتفل اليوم بأوفياء الأمس ستحتفل الأيال القادمة بأوفياء اليوم وهكذا هو التاريخ وهكذا هي السنن فالحق دامق بطبعه والباطل لا شك زاهق بطبعه وهي نتائج محسومة سلفا في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولن تجد لسنة الله تفديلا أيها الأخوة والأخوات ويتزامن مع هذه الذكرى الكبيرة والعزيزة على قلوبنا ذكرى أخرى أكبر منها وأعز ألا وهي ذكرى مولد أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين أكرم الخلق ومولى الحق بالحق وأعز الناس على الناس سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وهي مناسبة تذكرنا كأفراد وكشعوب ومجتمعات أيضا كأمة مسلمة بكل ما نفتقر إليه ونحتاجه من طيب القيم ومعالي الأمور وتعيد إلى الأذهان أرقى وأنقى الصور والسيرة التي تجمعنا ببعضنا وتذكرنا بنبينا الواحد وكتابنا الواحد وديننا الواحد وقبلتنا الواحدة وبأنما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا لذلك هي فرصة للتذكير بحاجتنا الماسة إلى العودة لإسلامنا المحمدي الأصيل بما اجتمل عليه من قيم المحبة والسلام والتسامح والتعايش والعدل والخير ومكارم الأخلاق وما أحوينا وأمتنا إلى العودة لكل هذه القيم والمعاني خاصة وأن أمتنا تعيش زمن الحروب والكراهية والإرهاب والتطرف وما أشد حاجتنا أيضا إلى إعادة تقديم هذا الدين وهذه الأمة من خلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في زمن مع الأسف يتعمد أعداء الأمة التعريف بالإسلام وأمة الإسلام من خلال سكاكين القاعدة ومفخخات داعش وظلامية بعض النماذج الإخوانية أيها الإخوة والأخوات وفي سياق استعدادات شعبنا للاحتفال بمولد رسولنا الأكرم أبارك لليمن هذا الشرف الكبير وهذا التفرد والتفوق في طريقة احتفاله بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتعاطيه المتميز مع هذه الذكرى العطرة وأحث نفسي وكل يمني ويمنية على المسارعة إلى هذا الشرف الرفيع ومشاركة شعبنا وبلادنا هذا الحضور المهيب تعزيزا لدور ومكانة اليمن الحبيب وتجديدا لموقعه المتقدم في نشر رسالة المحمدية الأصيلة واعتزازا بخصوصية العلاقة الحميمية التي ربطته برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتذكيرا أيضا للصديق والعدو بحب رسول الله لليمن واليمنيين وكيف كان يتعامل معهم بإجلال كبير ووصيته للمسلمين نحوهم وهذه رسائل مهمة يمكن لكل يمني المشاركة في إيصالها بقوة من خلال الحضور والمشاركة وهي تندرج ضمن واجب الإنسان اليمني تجاه رسول الله وتجاه بلده اليمن خاصة مع ما يتعرض له الرسول من إساءة على يد عداء الله وما يتعرض له اليمن كذلك من إساءة وظلم على يد البعض ممن يفترض أنهم إخوة وأشقاء لليمن وأهل اليمن ولا يفوتني أن أبارك لأمتنا المسلمة قاطبة بهذه المناسبة الشريفة وفي الختام نؤكد زيفا وكذب الخطاب التضليلي الذي يحاول شيطنة صنعاء وتقديمها كطرف معيق للسلام أو كتهديد للملاحة في البحر الأحمر وأنوه إلى أن صنعاء كانت وستبقى الأكثر حرصا على السلام وأحد أهم عوامل السلم والأمن في المنطقة والعالم وإليها يعود الفضل في استقرار أمن الملاحة في البحر الأحمر وأذكر بأن صنعاء تقف اليوم في الخطوط الأمامية المتقدمة في التصدي لإرهاب القاعدة والداعش دفاعا عن أمنها وشعبها وعن أمن ومصالح الإنسانية جمعاء كما أذكر بأهمية الانفتاح على صنعاء وضرورة التعرف بشكل مباشر على مواقفها ورؤاها وما تتسم به من جاهزية عالية للتعاون والتكامل مع كل الأدوار والجهود الداعمة للسلم والأمن سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة وفي هذا السياق أحيي كل الدول الشقيقة والصديقة التي قررت مؤخرا الانفتاح على صنعاء وعدم التأثر بالخطابات المضللة والعدائية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا مؤكدا أن صنعاء هي الممثلة الشرعية والواقعية للدولة اليمنية أرضا وإنسانا وتاريخا وأن كل شبر محتل في يمننا العزيز والغالي سيتطهر من ريس الاحتلال مهما كلف الثمن حتى تتحقق لبلدنا السيادة الكاملة غير المنتقصة على كامل التراب الوطني الغالي وإن طال السراء إنني أيضا أدعو خصومنا في بعض مكونات التحالف ألا يثقوا بالوعود غير الصادقة والأوهام الكاذبة والزائفة والباطلة من أمريكا وبريطانيا الممثلتان للمكون الآخر لهذا التحالف العدواني الغاشم والبغيض كما أدعوهم أيضا إلى الوقوف على طبيعة المتغيرات المتسارعة والمراجعة الجادة وصولا إلى تصحيح نظرتهم تجاه اليمني واليمنيين كما أدعوهم إلى محاولة التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله والتعامل مع اليمن باحترام وإجلال كبيرين وبما ينسجم مع المكانة الرفيعة التي رسمها رسول الله لليمن وأهل اليمن والمبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال ومعالجة آثار وتداعيات هذه الحرب الظالمة واحترام سيادة واستقلال بلدنا وأمنه واستقراره والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية مؤكدين في المقابل استعدادنا التام للسلام الشامل والدائم والدخول في ضمانات والتزامات متبادلة لمعالجة المخاوف وتعزيز المصالح المشروعة للجانبين والمضي معا في كل ما يبني ولا يهدم